موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لكاين خاص نستضيف اليوم وكيل وزارة الخارجية السابق الأستاذ مصطفى النعمان نناقش معه آخر التطورات في الساحة السياسية الليمانية وكذلك الرؤية التي تقدم بها في مشروع الطريق الثالث أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بكم مساء الخير إذا بدأنا من موضوع مشروع الطريق الثالث ربما برز قبل فترة ثم تراجع الموضوع وربما أنت أعلنت توقفك عن مسائك في هذا الطريق ما هي الأسباب؟ أولا أود أن نشرح ما هي الفكرة حتى تكون واضحة أن الظاهرة حصل فيها لبس أولا الذين فكروا فيها وأنا واحد منهم لم تكن بديلا لا عن السلطة الشرعية ولا رديفا لها نحن كان الفكرة في مختصرها أن هناك طرفان طرف هو يمثل سلطة الأمر الواقع داخل صنعه وهناك شرعية والطرفان لا يقومان ببسؤوليتهما لا الأمر الواقع استطاع أن يمارس سلطة دولة وسلطة منضبطة بل مارس عبثا داخل البلد والسلطة الشرعية الموجودة في الخارج لم تستطع أن تقوم بواجباتها وكان هناك انقطاع وحرب مستمرة ونزيف للدماء الطريقة الثالث لم يأتي أو الفكرة هي جاءت أنه طيب أنت مش قادرين أن تتحادل ليس هناك محادثات مباشرة بين اليمنيين فليدخل طرف ثالث يمني يحاول أن يسد هذه الفجر وليس كبديل ولكنه فقط محاولة لتجسير هذا الانقطاع الذي بين الطرفين قد ينجح وقد لا طيب أستاذ هناك أولا ربما نحن بحاجة لضبط المفاهيم المصطلحات الحديث عن سلطة الأمر الواقع ربما الأصاحة أن تكون سلطة انقلاب لأن ما حدث في ليمن في 1.8 سبتمبر هو انقلاب وليس فقط طرف كان موجود في السلطة أو كان شريك ثم يعني آل إليه الموضوع بشكل ديمقراطي أو شكل وباخر لا أنا أتفق معك هو انقلاب وحتى هو انقلاب غير مكتمل للأركان يعني هو انقلاب الذين قاموا به حتى لا يعرفوا ما معنى الانقلاب حتى تستكملون أركانه هم قاموا بعملية عبثية بموجب قوة لديهم وطواطئ تم في تلك الفترة ونتحدث عن الطواطئ الذي تم منذ دخول عمران إلى أن احتجز رئيس الدولة يعني حتى كل هذه الفترة كانت فيها طواطئ من أطراف كثيرة قد نتحدث عنها وقد نتجاوزها لكن أنا عندما أقول سلطة الأمر واقع هذه السلطة التي استولت على مفاصل الدولة وعلى مقدراتها وخاصة البنك المركزي أصبحت تمارس سلطة على الأرض ولهذا لما أقول سلطة أمر واقع ليس مقتنعا ليس اقتناعا بها ولكن لأن هذا هو اللي حاصل في البلد هناك سلطة تفرض على الناس ما تريد طيب كيف يمكن أن نتفاهم مع هذه السلطة طبعا هناك هذه السلطة الإنقلابية هي ترفض الآخر بشكل كامل وحتى ترفض الأطراف بالشرعية الموجودة شرعية الرئيس هذه أو شرعية الحكومة الموجودة فكيف بالإمكان أن نتحدث عن مساواة كفتي الميزان نحن لم نساوي بين الطرفين نحن لهذا بدأت بأقول نحن مع الشرعية ليس أحد من الذين فكروا فيها أو الذين ذكرت أسماهم ضد الشرعية نحن نقول أن هناك حرب داخل هذا البلد حرب بين سلطة نعود وأكرر سلطة أمر واقع سلطة انقلاب حتى نختصر المساقة سلطة انقلاب وسلطة أخرى شرعية غير قادرة على ممارسة سلطاتها هل أترك البلد تستمر في نزيف الدماء إلى ما لا نهاية أو أننا أحاول إن استطعت أو إلا ما أستطيع يعني هي المسألة محاولة وليست فرض على أحد منهم طيب أستاذ كان هناك عدد من الأسماء التي موجودة هي أصلا في الأساس هي قريبا من الإنقلابين ربما كان هناك أحمد الكحلاني هناك أيضا صوفان أحمد الكحلاني تحديدا يقال أنه هو مهندس سقوط صنعه كيف نتحدث عن طريق ثالث وجل من فيه هم من الهاشمين وشاركه أيضا في الإنقلاب أولا يعني أنا لن أدافع عن الأستاذ أحمد الكحلاني لكني أعرفه معرفة شخصية وأتواصل معه على الدوام الذي يقال عنه غير صحيح أنا لن أتولى الدفاع عنه هو رجل أقدر على الدفاع لكن هذا الكلام غير صحيح قد يكون الكلام مبني بحكم قرابة أو صهارة سابقة بينه وبين الرئيس السابق على عبدالله صالح لكن هذا لا يكفي الأسماء الأخرى الذين يقال أنهم كانوا قريبين من على عبدالله صالح أحمد صوفان أسمعي للوزير أسمعي للوزير هو مهندس الدساتير ومهندس القوانين التي صيغت في فترة أسمعي للوزير كان رئيس لقنة إعداد الدستور الأخير فإذا كنا نريد أن ننفي عن هذه الصفة فهذا رئيس لقنة إعداد الدستور الذي يريد اليمنيون الآن أن يصفت عليه لكن انقلب عليها الحوثين وأخفوه تماماً يعني ليس ذنب إسمعي للوزير يعني هذه هي شريحة جزء منها مرتبط بشكل أو بآخر بالإنقلابيين إلى الآن ليس لدى أحد منهم موقف واضح في إدانة الإنقلاب أنا أقول لك شيء يعني هل من كان أقرب لعلى عبدالله صالح هؤلاء أم رئيس الدولة الحالي الموضوع يختلف كونه لا لا هو اتهامهم أنهم كانوا مقربين لعلى عبدالله صالح على إسماعي للوزير كان رئيس لقنة إعداد الدستور هو بصفة ربما لأنه الخبير الدستوري الأبرز ربما في هذا المجال لكن بقية الأسماء هي أيضاً محسوبة بشكل أو بآخر على الحوثين كانوا أيضاً جزء من الوساطات السابقة بين النظام وبين الحوثين وبالتالي لا يمكن فصلهم عن السياق التاريخي أنا لن يعني هي المشكلة الآن هل الفكرة هي السيئة أم الأشخاص الذين ذكروا أنهم قد يكونوا هم القائمون عليها السيئين هنا الفرد الكل هاجم الأسماء وترك الفكرة الفكرة جيدة ربما هي الفكرة يعني لكن الطريقة تطرحها والتوقيتها ربما كان هناك خطأ كبير صحيح أنا أتفق معك أن هناك كان الخطأ لكن الخطأ هذا أنا أتحمل مسؤوليته شخصياً ولسبب أنا عندما تحدث مع الأستاذ عبد الرحمن الراشد في البداية ثم الدكتور خالد الدخيل وهم الكاتبان الذين أثاروا الموضوع هم سألوا يعني هم الفكرة راقت لهم راقت من معنى أنه محاولة حتى هم عندما تكلموا عنها تكلموا عنها أنها محاولة وليست فرض يعني كان المضحك أيضاً في الأمر الذي يقول أن هذا الطرف هو الذي يريد أن يتولى أو السلطة في صنعة تنتقل إليه أنا رديت على من هو هذا المعتوه الذي يريد أن يستلم سلطة اليوم في صنعة بعدما كل ما عمله الحوثيون داخلها يعني هذه السلطة التي يتحدثون عنها ماذا بقي منها بعدما عاث فيها الحوثيون فساداً وتدميراً لكل قيمها طيب أستاذ يعني في الطرح هذا وفي التوقيت الذي طرح لماذا هنا كما يقول لماذا لم يظهر هذا الطريق الثالث عندما قاموا الحوثيون بالانقلاب ودخلوا صنعاء واشتحوا مؤسسات الدولة لماذا تأخرتم سنة ونصف بعد أن ربما انحسر نفوذ الحوثيون وظهر مثل هذا الصوت يعني أنا أريد بس أذكر أن أنا شخصياً كتبت مقال بعد ثلاثة أيام من توقيع اتفاق السلم والشراكة الذي حضره رئيس الدولة وحضره كل زعماء الأحزاب تحت طائلة السلاح حضره بس أنا حرد على هذه النقطة يعني إذا كانوا زعماء الأحزاب هؤلاء لا يستطيعون مقاومة أو حتى المعارضة ونحن نتذكر أن الأستاذ عبدالله نعمان القدسي أمين عام الحزب الناصري رفض ماذا حضر؟ ما حصل له شيء لماذا وافق الآخرون؟ ثم واصلوا الحوارات ثم شكلوا حكومة مبنية على اتفاق السلم والشراكة إذا أنا صحيح أن الاتفاق وقع بالقوة لكن من الذي صاغ اتفاق السلم والشراكة؟ نحن نعرف الدكتور عبدالكريم الإرياني كان أحد الذي صاغه وكلنا نعرف حتى هو تحدث أن الحوثيون لم يقبلوا به إلا بعد ما جاءت موافقة طهران عبدالكريم الإرياني هو الذي صاغه عنده اتفاق السلم والشراكة كان هناك مسارين المسار السياسي وهو الذي تم التوقيع عليه لكن الملف الأمني أو المسار الأمني رفض الحوثيون التوقيع عليه وهو ربما ما حدث يعني ما أدى إلى تفاقم الأوضاع بهذا الشكل وبالتالي كان هناك أيضا لا ننسى أن الأمم المتحدة لم تلعب دور الوسيط المحايد بل كانت ربما جزء من المغالطات التي حدثت في اتفاق السلم والشراكة أنها أسهمت في الانقلاب عليه يعني كيف نفسر أن يكون الحوثي أن يكون جمال بن عمر في صعدة والحوثيون من داخل الصلاة أنا أقول بعد ثلاث أيام من توقيع اتفاق السلم والشراكة كتبت مقال أنا في الشرق الأوسط وكتبت فيه وهم اتفاق السلم والشراكة لأنني أنا كنت أعرف أنه سيقودنا إلى كارثة جمال بن عمر أنا انتقدته منذ أن بدأ دوره في اليمن لكن دور جمال بن عمر في هذه المسألة بالذات كان بتكليف من الرئيس هادي أن يذهب إلى صعدة ليقنع عبد الملك الحوثي باتفاق السلم والشراكة ولم يقتنع عبد الملك الحوثي إلا بعد ما جاءت الموافقة من طهران عبر مسقط وهذا الكلام لا أقوله أنا عن الهوى ولكن عبد الكريم الإرياني قاله في مقابلة فالمسألة أنه لا الأمم المتحدة هي التي صاغت الاتفاق ولا جمال بن عمر وأنا كتبت حتى في تلك الفترة أنه جمال بن عمر أخذ الرصيد كأنه هو الذي يعني هل يعتبر اتفاق السلم والشراكة بمثابة إنجاز حتى هو اعتبر أنه يعني اتفاق السلم والشراكة يراه الكثيرون أنه هو الفعل التأسيسي لخراب الدولة أنا أتفق معك لكن أنا أقول أن جمال بن عمر بعدما رئيس الدولة وافق على هذا الاتفاق وقعه الزعماء الأحزاب ولا تنسى أيضا أنه مجلس الأمر رحب به واحد مجلس التعاون الخليجي رحب به الرئيس هادي نفسه رحب به واعتبر أن هذا إنجاز جمال بن عمر أعتبر هذا إنجاز له هو ولا تنسى أنه أخذ بعده من الرئيس هادي وسام وسام الوحدة بعد هذا الاتفاق فالكلام أنا أقول لك صحيح وأسس لهذا الكارثة التي نعيشها لكن جمال بن عمر في تلك اللحظة أعتبرها أنها إنجاز له طيب أنتم أعتبرت أن اتفاق السلم والشراكة كما ذكرتم كارثة بمثابة كارثة أنا نعم أنت شخصيا طيب الأطراف الأخرى أو من هم لديكم أيضا جزء من الطريقة الثالث ربما كانوا جزء من الطريقة الأولى أصلا هم محسوبين على الطريقة الأول كيف يمكن أن نفهم هذا يعني هناك من يقول أن هناك تقاسم أدوار اذهبوا أنتم إلى الطريقة الثانية وأنتم اذهبوا إلى الطريقة الثالث كما ذهب أشخاص إلى الرياضة وذهب أشخاص آخرين أنا لن طبعا حديث المؤامرة أو حديث أن هناك تخطيط وترتيب كل هذه الأمور أنا أقول لك أنه غير صحيح الأمور لا تمشي بشكل لا لا أنا أقول لك ولكن ولكن ليس من هذه المجموعة أي أحد صرح بقصة الاتفاق السلم والشراكة لم يذكرها أحد نحن تحدثنا الطريقة الثالث هو طريق يتحدث عن محاولة رأب صدق ووقف نزيف داخل البلد هذا هي النقطة لكن تحت سقف الشرعية نحن لم نتجاوزها نحن قلنا هناك شرعية حتى وإن كنت أنا شخصيا لن أقول غير معترب بها ولكن لا أراها حتى أهل لهذا لا تقوم بمسؤوليتها هي التي أوصلت هي آخر ما تبقى لدى اليمنيين ربما دستوريا أو شكليا في شكل أشكال الدولة وبالتالي الحفاظ على هذا الجزء من الشرعية ربما هو واجب قد لا يكون مطلوبا أن نكون راضيا عنها لكنها هي آخر الملاذات في مواجهة الانقلاب الشرعية أستاذ أحمد ليست شعار يرفع الشرعية مسؤولية الشرعية واجبات الشرعية يجب أن تقوم بمهام أما أن أتمسك بهذه الشرعية التي أوصلتني إلى هذا المقام هذا ما أعتقد هل سمر أنا أنا لا أتكلم عن شرعية الرئيس هذه لا يعني الرئيس هذه أو غيرها لكن أنا أتكلم إذا الشرعية هذه لم تقوم بواجباتها المناطة بها دستوريا كيف بالإمكان أن تقوم بها دستوريا في الظرف يعني تعرف أن الجيش تم الاستيلاء عليه بالكامل ربما الجيش قام بملاحقة رئيس الدولة الشرعية إلى عدن أليس من المعيد أن تبقى الدولة بكامل هيئاتها خارج البلد طوال هذه الفترة ألا تكون قادرة أن تعود إلى مارب ألا تكون قادرة أن تعود إلى حضر موت ألا تكون قادرة أن تعود إلى عدن التعذر أو تبرير المسألة بالقضية الأمنية هي مسؤولية الحكومة وليس مسؤولية المواطن يعني الحكومة يجب أن تعود لكي تعيش مع المواطن هناك من يقول أن الحكومة لا تمتلك أي قدرة من قدرة الاقتصادية المزالة الميليشيا أو المزالة الإنكلابيون يسيطرون على البنك المركزي يسيطرون على الموارد وبالتالي الحكومة لا تملك كما قال الناطق الرسمي للحكومة لا تمتلك حتى ألف دولار في بزانتها إذن مسؤولية من هذه؟ إذا الحكومة ليست قادرة على تحمل هذه المسؤولية هو الظرف غير طبيعي ربما في العالم هناك حالة ممثلة كانت عندما تكون حكومة موجودة في المنفى بحاجة إلى وقت إلى أن تعود ربما لكن حديثنا أيضا أنه في الأخير موقف الطريقة الثالث أو الشخصية التي وردت أو الأسماء التي إلى جانبكم هناك من يقول أنها بالإضافة لأنها مقربة أيضا من نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله هذا الكلام ما يقال وما كتب أيضا حين كتبتم أنتم مقالكم في صحيفة أكاظ تخليتم فيها عن فكرة أنا لم أتخلى لكن قلت أننا دخلنا في جدال حول فكرة وأنا تكلمت فيها عن المصالحة الوطنية وأكدت أن هدف الطريقة الثالث هو الوصول إلى المصالحة وطنية فسرت على غير ما كنا نريد فقلت أننا نتجنب الحديث والجدل فيها البلد فيه من القضايا أكثر من هذه المصالحة المصالحة الوطنية هل هو وقتها الآن؟ هل نحن بحاجة إلى مصالحة قبل العدالة أم أن العدالة تأتي ومن ثم تأتي المصالحة؟ هل نحن قادرون؟ ما هي السؤال؟ أنا أريد وقف الحرب وقف الحرب هذا لن يتأتى إلا بمصالحة من هو الطرف الذي يمتلك قرار وقف الحرب؟ الطرفان لا يستطيع طرف واحد أن يقول أنا سأوقف الحرب والثاني يستمر في عبثه لنأخذ ربما هذه المقاربة إلى حد ما ليست صحيحة لأنه ربما هناك الطرف يمتلك السلاح وطرف يدافع مثلا إذا أخذنا ما يحدث فيه تعز ما الذي يمتلك فيه تعز؟ قرار وقف الحرب الحوثيون نحن لم نبرأ أو على الأقل أنا سأتحدث عن نفسي أنا لا أبرأ الحوثيين مما يحدث فيه تعز أولا منذ نزولهم إلى تعز حتى اليوم أنا في كل كتابات تحدثت أن هذا النزول إلى تعز أحدث شرخا وفقيا ورأسيا في المجتمع اليمني تعز التي كانت فيها تلك التجمعات من جميع طياف المجتمع اليمني من جميع مناطقه أصبحت الآن مثل الجزر المعزولة كل جزيرة تكره الأخرى هذا سببه تصرفات الحوثيين داخل تعز لا أحد يستطيع أن ينكر هذا ولا هم وأنا كلما التقيتهم من القيادات الحوثية سواء في الكويت أو في مسخة قلت لهم هذا الكلام ثم كتبتهم كتابتا يعني المسألة ليست سر نعم لكن المسألة طيب وفنات المطاف إلى متى ستستمر هذه الحرب؟ يعني يجب أن أصل أنا إلى مرحلة أن أوازن هل من المصلحة مصلحة الفرد اليمني أن تستمر هذه الحرب؟ أم من مصلحة أن أوقف هذا النزيب بأي طريقة كانت؟ نعم حتى نبدأ نرى صفحة جديدة ثم أنا أسأل 90% من المواطنين اليمنيين اليوم هل يعنيهم ماذا يدور في الكويت؟ إلا لهدف واحد وقف الحرب هل يعنيهم؟ هل 90% من الشعب اليمني يعنيه؟ لا بس كان هناك خلال الفترة الماضية جملة من الخروقات حتى الممتحدة قالت أن الحوثيون استمروا في خروقاتهم بشكل كبير إذن وبالتالي عندما نطالب الآن أو نساوي بين أن الحكومة تمتلك قراره في الحرب وفي نفس الوقت نقول أن الحكومة عاجزة عن كل شيء أليس هذا في منطق جراء؟ لا لا أنا بس أنا ما قلت الحكومة أن هي التي توقف الحرب هناك طرفان يجب أن نعترف أن هناك طرفان وأعود أقول سلطة السلطة الإنقلاب هناك طرفان هل بالمعنى نستطيع أن أقول أن الطرف الأساسي هو الحوثيون والطرف الآخر هي قوات التحالف؟ إذا أدخلت قوات التحالف في نهاية المطاف هل هي صاحبة القرار أم الحكومة؟ إذا أنا أحلت المسألة إلى قوات التحالف وقلت أن الحكومة هذه غير قادرة فهذا موضوع قوات التحالف تقول أنها تدخلت بناء على طلب الرئيس هادي وبالتالي هي تكتسب شرعية عملياتها من الرئيس هادي وهو صاحب قرار أوقف الحرب تمام إذا طيب متى ستتوقف هذه الحرب؟ كيف ستوقفها؟ هناك في الحروب هناك حالة أما أن تستطيع أن تحزمها عسكريا وتهزم الطرف الآخر أو أنك تصل إلى مرحلة تستطيع فيها أن تفاوض أو تساوم في غير هاتين الحالتين ما هو الحل الثالث الذي أمامي؟ ما في معايا إلا أن أحاول وقف هذا النزيف بأي ثمن إن كان الشعب اليمني لم يعد يحتمل نحن أمام كارثة إنسانية بكل المقاييز في هذا الوضع الكارثة الإنسانية ربما كانت الحكومة أكثر التزاما يعني من خلال تصريحات وزير الخارجية من خلال تصريحات رئيس الحكومة من حتى من خلال تصريحات الرئيس هادي ويقول نحن نريد وقف الحد نريد أن تنتهي معاناة اليمني وبالتالي ذهبنا للتفاوض مع الإنقلابيين في الكويت وقبلها ذهبنا إلى جنيف لكن الطرف الآخر يرفض يعني أن يمتثل القرارات الأممية كيف بالإمكان أن نستمر في تحميل الحكومة؟ وبالتالي الطرف الذي يمتلك الواقع أو يتحرك في الأرض هم الإنقلابيين؟ كيف بالإمكان أن نمارس ضغطا أو يمارس ضغطا على الحوثين للقبول؟ من الذي يستطيع أن يمارس الضغط؟ إذا كان ليس لديك القوة التي تسمح لك بمارسة الضغط على هؤلاء الانقلابيين؟ أو الطريقة الثالثة إذا لا يمارس نوعا من الضغط؟ ما هي المشكلة أننا ما بداناش حتى نتنفس إلا وقد انقلبت الدنيا وكأننا اتخذنا موقفان ضد الشرعية وهذا غير صحيح هي الأسماء كما قلنا الأسماء التي تلعب دور بشكل كبير جدا يعني عندما يكون 70% من الأسماء هي جزء من الهاشمية السياسية وجزء منها قريب من الرئيس السابق هل تتوقع أن يرحب الناس بهذه الألم؟ لا لا أنا أولا أنا لا أستطيع أن أنفع للهاشميين بالمجمل أنهم يمنيين وأنهم وطنيين يعني هناك من الأسماء الهاشمية لم يتحدث أحد عن وطنية أو يمنيات لكن نتحدث نحن عن الهاشم السياسية التي انساقت وراء خطاب الحديثي وفتال أرض أولا إسماعيل الوزير وأنا أكرر كان من أصدق الناس مع الرئيس هادي نفسه لن أقول مع الطرف الثالث وهو أعبد وأكرر هو رئيس لجنة دستور الدولة الاتحادية يعني إذا كان هذا الشخص لا يتقبله اليمنيون لأنه هاشمي فهذه كارثة السيد الهاشميون ربما في فترة خلال العام الماضي ربما من يتحدث باسم الهاشميون هم من أذاقوا اليمنيون ويلات هم من سرقوا دولة اليمنية بشكل أو بآخر وبالتالي رد الفعل رد الفعل ربما هذا طبيعي عندما يتخوف الآخرون من مثل هذه التعميم خطير يا أستاذ أحمد التعميم خطير جدا أن أقول إذا كان هؤلاء أولا كم يمثل هؤلاء من الهاشميين الموجودين الآن أو الأنصار الله والحوثيين كم يمثلون من الهاشميين لا نستطيع ربما لكن إذا الحديث يا أستاذ هناك حديث بشكل أو بأخر أن الهاشمي السياسي أو كل من يعني ما يحدث في المن هو جزء من معركة سلالية معركة يقودها تيار كبير جدا باسم الهاشمي السياسي قد نتفق أو نختلف أنهم ليسوا جميعا متورطون لكن هذا هو ما يدور في الفقر ربما سنعود لمناقشة الفكرة هذه بشكل أكثر تفصيلا لكن بعد فاصل قصير عزيزان ومشاهدين فاصل قصير نعود بعده الاستكمال الحوار مع السفير مصطفى النعمان كونوا معنا عزيزان ومشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد نعود لاستكمال الحوار مع ضيفنا الأستاذ مصطفى النعمان أستاذ مصطفى كنا تحدثنا قبل الفاصل عن الهاشمية السياسية وربما عن التجريفة التي حصل مؤسسة الدولة عبر مجموعة الحوذية التي تصر على تكريس السلطة وتعينات الأخيرة في مؤسسات الدولة أو في المناصب القيادية في الجيش على مجموعة من الأسماء الهاشمية ونحن نقول أن الهاشمية ليست متورطة في معجبات الحوذية كيف بالإمكان يعني أنا قلت في البداية لا أريد أن أعمم أن كل هاشمي منتمي أو متعاطف مع هذه الجماعة بل أنا أعلم أن الكثيرين مستاءون لأنهم يعلمون بأن النتيجة أو رد الفعل السلبي عند الناس يتعاظم ضدهم ضد الهاشميين بالمجمل بسبب تصرفات هؤلاء هذا لماذا لا يظهر للعلن لماذا لا يعبر أنا لو أنا في صنعة وأنت أعلم كيف يدار الأمر في صنعة أما حبس أما قهر أما تكميم أفواء يعني هذه المسألة معروفة لم نسمع أي صوت هاشمي داخل الحركة يوجه لها نقدا أن ما يحدث هو وبال على هذا حتى من الهاشميين الذي هم خارج صنعة خارج اليمن وبالتالي عندهم أسرهم أنا لا أريد الآن أن أدافع عنهم لكن قد يكون لهم أنه قل لك أنا عندي أسرة في اليمن يعني في كثير حتى من غير الهاشميين لا يستطيعون البوه بمعارضتهم للحوثيين وهم خارج اليمن خش يترد الفعل على أسرهم داخل اليمن وانت تعلم الجماعة هذه كيف تتصرف مع المواطنين تتصرف بقسوة غير مسبوقة وغير معهودة في اليمن حتى في أقصى عهود الدكتاتوريات في اليمن لم تمارس هذه القسوة كم عدد الصحفيين المعتقلين اليوم في اليمن أو المختفين كم عدد أكثر من 14 صحفيين مختفين قسوين هؤلاء الذين نسمع عنهم ونعرفهم وعشرة الآلاف كم الناشطين وحتى سياسيين طيب كيف بالإمكان أن نستطيع أن نعتقد أنها مثل هذه حركات ستستجيب لأي ضغط خارجي لأي طرف تعترى أنه محايد هي لا تعترف بالآخر ولا ترى حتى حليفها المؤتمر الشعب العام ربما هو الآن أصبحت تأكل منه يعني نلاحظنا أنه يعني ربما خلال الفترة الماضية كان هناك تجريف لعدد من المسؤولين داخل مؤتمر الشعب العام وإتداءات وحتى حملات اغتيالات وبالتالي كيف بالإمكان أن يصل صوتكم بمثل هذه الجماعة هذه الجماعات التي تبنى على العقيدة أو الفكر المذهبي لا تستطيع أن تقاومها بمفردك لا تستطيع مجموعة واحدة أن تقاومها أو أن تتجاوزها هذه حركة مجتمع بأكمله إذا لم يتكاتف المجتمع اليمني بأكمله ويقف صفا واحدا ضد هذه الحركة وهي عموما هي تحمل بدرة موتها داخلها أي جماعة تحتكر السلطة ثم تحاول أن تحتكر الدولة ثم تحاول أن تسيطر على المجتمع وهي أصلا متناقضة معه مذهبيا وفكريا وذهنيا لا يمكن أن تستمر هذه جماعات هي مشكلة جماعة الحوثيين أنها جماعة تعيش خارج هذا العصر هذه المشكلة هناك من يقول أن المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح هو جزء من هذه الحركة ربما أو هو يعني يستخدمها كقفاز لتصفية خصومه وهو ما نجح بالتحديد في فعلينا الآن هل تتفقوا معه مثل ما يقال؟ هو الآن أتخيل اليوم علي عبدالله صالح صار أسيرا لهم أكثر مما هو قادر على تحريكهم قد يكون الوضع في بدايته مختلفا لكننا أتصور الآن أنه يعاني وهو والمؤتمر الشعبي وأنت ذكرت يعني عملية تجريف كل المنتمين للمؤتمر الشعبي في مؤسسات الدولة هذا إضعاف حتى لدور علي عبدالله صالح في مؤسسات الدولة أما بالنسبة إذا جينا للجانب العسكري وقدراته في الجانب العسكري أعتقد أنه صارت أضعاف وصار الحوثيون قادرون أو أكثر قدرة على التحكم بها أستاذ مصطفى كان هناك ربما الدكتور محمد المصفر تحديدا انتقد فكرة الطريق الثالث وانتقدكم شخصيا قال أنه يستغرب أن تكون سليل أسرة ثورية جمهورية عريقة يتم استخدامه كطفاز للتبرير للتيارة الحوثي وقال أن الطريق الثالث هو فكرة إيرانية بحدة أنا كنت أتمنى أنك لا تذكر اسم الدكتور محمد المصفر أولا أنه صديق ثانيا لأنني تبادلت معه رسائل وموجودة وقال بالحرف الواحد أني بعدما سمعت منك أو بعدما قرأت الآن ما كتبته لي فإنني أعتذر لك والرسالة موجودة والدكتور محمد المصفر حي يرزق وإن كان يريدني أن أعرض الرسالة فهي جاهزة ولكن أنا لن أقوله ما لم يقوله لي وهو قال هذا الكلام لا يوجد موقع صحيفة العربية الجديد ولم يقوله لا لا هو قاله ولهذا نتصل فيه بعد لا ما كتب حتى الكتاب الخليجين الذين يتحمسوا للطريق الثالث عادوا وهاجموا الطريق الثالث من؟ محدد تركي الدخيل لا الدكتور خالد الدخيل لا لم يهاجم لا هو قال أنها يحتاج إلى تفسير أكثر إلى توضيح أكثر ولم يهاجم الدكتور خالد قال يحتاج إلى توضيح يعني وانا أقول أولا هي ليست فكرة مقدسة نعم هي فكرة الفكرة هذه جاءت في عقب 2011 ربما كان هناك مجموعة من الشاب قالوا أن الطريق الثالث هو طريقهم تقريبا بعد توقيع اتفاقية المبادرة الخليجية وقالوا أن الطريق الثالث هو طريق خاص بهم وأنه مجموعة شبابية وبالتالي يعني لا أحد يدعي ربما احتكاره لمثادي الفكرة وانا قد قلت هي ليست حكرا على أحد يعني مسألة ليست مسألة مقدسة إن كان الناس رأوا فيها وأي واحد يعني هي مش ماركة مسجلة أصلا هي فكرة طرحات أنها تهدف في نهاية المطاف للمصالحة الوطنية لم تؤدي الغرض وأثارت ما أثارت من غبار وسكتنا عنها يعني المسألة الآن ليست طيب أنت أعلنت ربما بشكل واضح أنك التوقف عنها هل توقف الآخرون؟ هل توقفت الفكرة؟ هل انتهت؟ لم تعد مجال البحث الآن لأن حتى الأطراف التي كانت وهنا قد يكون سرا وقد لا يكون حتى الأطراف التي كانت رحبت بها غيرت رأيها بعد معركة فرضتنا من هي الأطراف؟ لا أستطيع أن أبوح عنها هل هي أطراف محليات؟ لا خارجية طيب بالنسبة لكم أنتم ربما قمتم بجولة في عدد من السفارات وعدد من الدول للترويج لهذه الفكرة هل كان هناك أشخاص آخرون إلى جوارك؟ يعني هناك من يتحدث الآن عن دور صناعة السلام في أليمان وأيضا للأسف الأفكار يعني هناك من يحمل مثل هذه الأفكار جزء متورط أو أشخاص كانوا متورطين في تبرير الميليشيا في الفترة الماضية أنا لم أذهب خصيصا لأي دولة خالية لبحث هذا الموضوع أنا كنت أقوم بزيارات بدعوات لندوات وعندما أكون موجود ولأن الفكرة قد صارت كانت معلنة عندما كتب عنها سؤلت البعض رحب بها وقال أنها فكرة قد تثير أو قد تساعد على حل حالة الموقف طالما أن العسكريا لم يستطع أحد أن يحسمها حتى الآن الكلفة الباهضة بلغت مدى صار صعب أن يستمر وبالتالي خلونا يا إخوان نبحث في طريق آخر خلينا نقول طريق ثالث في طريق آخر هل ذهبتم بالفكرة هذه إلى دول التحالف؟ هل نقشتم الفكرة هذه مع الأطراف المعنية في تلك؟ أنا قلت لك أنا ذهبت إلى الرياض ذهبت إلى عمان وهي ليست في دول التحالف في الكويت حصل وفي الإمارة ولم أذهب خصيصا من أجل هذه الفكرة أنا ذهب في الرياض كنت ذاهب لحضور الجنادرية كان عندي محاضرة عن الإسلام السياسي سنة أتحدث عن هذا وتكلمت عن هذه النقطة هناك من يقول أنك لديك موقف فاضح ربما من تجمع لي من الإسلاح وهاجمته خلال محاضرتك في مهرج الجنادرية حتى في مقالاتك دائما تقسو على الإسلاح بينما تقضى النظر على الطرف الأخرى أقسو عليه لأنه كبير والكبير أن أحمل مسؤولية أكثر من الآخرين أنا علاقتي ممتازة بالأستاذ محمد اليدومي ودائم التواصل معه مع الأستاذ عبدالواب الآنسي وهو أخ عزيز مع من أعتبره أستاذي لأستاذ أحمد القميري أو لا كلهم أشخاص نعتز بصداقة لهم أتحدث معهم بصراحة كما أتحدث مع الآخرين طيب النقد هذا لا يوجه للأطراف الأخرى لماذا؟ ربما هناك من يقول أن الإصلاح تحمل عب كبير جدا ربما لم يكن يريد أن يتحمل خاصة فيما يتعلق بعد اجتياح صنعاء تم انسحاب الإصلاح من المشاهد بشكل كبير جدا وهناك من ضغط لإعادته للمشهد العسكري بقوة أي أنا ولهذا نقول أن أنا نقضي للإصلاح أولا ليس تحاملا ولكنه نقضي وأنت لا تنتقد إلا شخص عزيز عليك أنا لو كنت أريد أن لا أرى في الإصلاح حكيان مهم في الحياة السياسية اليمنية لما تعرض له كما لا أتعرض الأحزاب الأخرى التي أسميها أحزاب اليافطات والشعارات البانية لم تتعرض إذن للمؤتمر الشعب العام في مقالاتك معظمها أنا المؤتمر الشعبي العام في عام سبعة وتسعين قلتها سبعة وتسعين لا بس لا أنا أقول لك سبعة وتسعين وهي أنا أقول لك قصة علي عبدالله صالح سألني وأنا وكيل لوزارة الخارجية لماذا لا أدخل المؤتمر الشعبي لأني لم ألتحق به أبدا وكنت وقتها وكيل للخارجية وكل وكيل كما تعرف في أي وزارة كان حكما يكون عضوا في المؤتمر الشعبي فقلت له بالحرف الواحد أني لن ألتمي إلى هذا المؤتمر وسألني ليش قلت له أني أرى أن المؤتمر الشعبي ليس أكثر من أمين الصندوق نعم بس فهذا المؤتمر الشعبي في نهاية المطاف وليس الحزب أو الكيان طيب يعني بعيدا عن المؤتمر والإصلاح توصيفكم الحقيقي للحل يعني هل بالإمكان أن يأتي الحل خارج القرار 2216 لا لا يمكن لكن هي المشكلة في القرار 2216 وهو الذي يسبب هذه العقدة هي تراتبية القرار هو الآن المشكلة في ما يحدث في الكويت هل يبدأ من القرار 2216 من واحد إلى خمسة أم من خمسة إلى واحد هذه هي عقدة القرار 2216 طيب هو يعني كما يرى العديد من السياسي أنه لا يمكن أن تبدأ الأمور معقوسة خاصة أنه لا توجد ضمارات حقيقية أو لا يوجد طرف ضامن للميليشيا أنه عندما تقوم بتشكيل حكومة لن تكرر ما حدثها في يعني بعد 21 سبتمبر وبالتالي ما دام السلاح موجودا وما دامتها متحكمة في العاصمة لا فائدة من وجود أي حل سياسي هو أنا الكلام منطقيا صحيح لكن نأخذها عمليا أنا اليوم عندما أطلب من الحوثيين أن يغادروا أن يتركوا الصنعاء أليس من المهم أن تكون هناك قوة لحفظ هذه المدينة يعني نحن رأينا عندما صار ما صار في عدن في الفترات الأولى لا أتحدث اليوم عندما صارت حالة الفراغ الأمني حالة الفراغ من إدارات الدولة حدثت تلك الفوضى العارمة في عدن صنعاء أخطر من عدن صنعاء أنت تعرف ماذا يحيط بها القبائل كلها مسلحة فأنا إذا لم أضمن قوة تحفظ الأمن داخل صنعاء عندما يخرج الحوثيون ويجب أن يخرجوا أنا لا أقول أن الحوثيين يجب أن يخرجوا الآن لكن لمن ستسلم هذه المؤسسات التي في الدولة هو هذا السؤال الآن الذي ربما كان هناك طرح أنه سيتم تشكيل قوات من الدول التحالف أو من الأمم المتحدة برعاية الأمم المتحدة لكن الفكرة هي هل لدى الحوثيون القابلية للانسحاب وترك السلطة بعد أن ربما أثروا ثراء غير عاديا بعد أن طعموا حلاوة السلطة صعب أنا أقول صعب لكن أنا طبعا هنا لا أتحدث باسمه ولا أعرف ماذا لا لها نقول أنا لا أعرف نوعي نحن كأطراف أو كأطراف يجب أن تكون لديها رؤية عندما تقدم بمبادرات أو بأفكار لتقريب وجهة النظر ربما هي حالة الحالة الوحيدة في العالم التي تتحول فيها الميليشيا إلى طرف مفاوض يعترف بالعالم ربما هذا هو جزء ربما له علاقة بالمكونات المعقدة أو التحالفات المعقدة داخل المجتمع تعرف أغرب ما في اليمن اليوم وهي حالة نادرة يمكن أيضا أن الحكومة خارج البلد والإنقلابيين داخل البلد الحكومة عادت ربما قبل أخير أسبوع المعبي وهي تقول أنها لن تخرج مرة أخرى أو بحاح قل لن يخرج وهادي قل يعني على كل أتمنى وأنا أطالب أن تبقى حتى لو عانت ما عانت لأنها مفروضة أن تعاني مش تترك الناس وتترك وتخرج لكن أنا أقول في البداية أنه كان شيء شاد أن تكون الحكومة خارج تتفاوض مع المتمردين والانقلابين أنها تريد العودة يعني إذا كانت حالة نادرة في اليمن ربما هو لأن الحسم العسكري لم يقرر بشكل أو بآخر ربما العالم وقف يمل هو سيمل العالم عاجلا أو آجلا لكن ما حدث ربما هناك توصيات أمريكية أو هناك توصيات غربية بعدم خوض معركة في صنعها وهذا ربما يقال أنه الرسائل وجهت للخارجية للحكومة وأيضا وجهت للتحالف هي عموما شوف في كل الحروب التي تدور العواصم تظل يحاول أن ينأو بالعاصم لأنك أنت إذا دخلت في حرب في صنعها ونحن نعرف صنعها وطبيعتها معناها دمار لهذه المدينة بأكملها فماذا سيبقى منها كعاصمة بعدها هنا الخطورة أنا قصة لماذا الدول كلها حريصة أن لا تدور معركة داخل صنعها المعاركة الآن تدور حواليها في أطرافها لكنها أنا أقول مرة أخرى لن تدور داخل صنعها لأن رمزية العاصمة في كيانات الدول لها أهمية قصوى عند العالم ويجب أن يكون لها أهمية قصوى عند اليمنيين أيضا هي كيف نصل أن نقنع الإنقلابيين أن من مصلحتهم ومن مصلحة اليمنيين أن ينسحبوا بطريقة تحفظ لهذه العاصمة أمنها ونحاول وأنا أقول أن المسألة ستكون صعبة جدا إعادة السلم الاختماعي في اليمن يعني هل تروا أنه من المنطقي ومن الواقعي استمرار أيضا التحالفة الداخل صنعاء بهذا الشكل؟ استمرار الرئيس المخلوع الداخل المشهد السياسي؟ استمرار الحوثيين بالتمترس في صنعاء وخوضهم معارك في تعز وفي مارب وفي البيضاء يعني هل هذا دليل على أن لا يوجد طرف واحد يتحكم في المشهد السياسي داخل صنعاء أو ليسوا الحوثيين هم أحدهم من يديروا الأمور خاري صنعاء وداخلها؟ أنا أتخيل داخل صنعاء بالذات داخل صنعاء بالذات الصور أنهم هم المسيطرون عليها أكثر من علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي علي عبدالله صالح لم يعد له ذلك النفوذ داخل العاصمة الذي كان موجود له خارج العاصمة ما زالت لعنده ولاءات لكن ما أتصور أنها كما كانت في بداية الحرب ضعفت كثيرا يعني هذه واحدة الشيء الثاني هو أن يخرج من المشهد السياسي وأنا قلت في ندوة بعد توقيع الاتفاقية الخليجية قلت أن الذي حدث أننا صفرنا عداد علي عبدالله صالح ليبدأ العمل السياسي وينشط مرة أخرى كان خطأا لكن ارتكبوا الذين صاغوا المبادر هذا ليس خطأنا نحن اليوم كيف نستطيع أن نخرجهم من هذا المشهد جزء من العقدة هو القرارة 22-16 لأنك إن أردت أن تخرج علي عبدالله صالح من هذا المشهد السياسي يجب أن تتعامل مع قضيتين القضية الأولى المبادرة الخليجية أن تنسف هذا الشرط الذي منحته فيه الحصانة والجزء الثاني أنك منعته من السفر طيب أستاذ يعني الآن نحن ندور ربما اليمن تدور في حلقة مفرغة من 2012 و12 ومن 2011 بسبب عدم وجود موقف دولي موحد تجاه الأزمة اليمنية باعتقدكم يعني كيف بالإمكان الخروج من هذه الدوامة؟ أنا قلت لك قبل قليل أنه إذا لم يقم التحالف داخلي بجميع الفئات يستطيع أن يواجه هذه الحركة لن نصل إلى طريقة فشبت المجتمعات والدول ليست جمعيات خيرية؟ ربما هذه قضية التحالفات الداخلية تحتاج إلى وقت أطول لكن نتحدث عن الموقف الدولي لماذا لا يوجد موقف دولي حازم تجاه ما يجري فيه اليمن؟ نلاحظ أن العالم يتعاطى مع الميليشيا بشكل وكأنه نوع من التدليل يتعامل معها بشكل رسمي ولماذا تستند الميليشيا في هذه الأزمة؟ أنا قل لك سيشوف أولا الدول ليست جمعيات خيرية يعني توزع مساعداتها على الميليش ما يحدث في سوريا اليوم أو ما يحدث في ليبيا وسوريا وليبيا دول فيها ثروات أكثر من اليمن لها أهمية استراتيجية أكثر من اليمن وبالتالي لجب أننا لا نضخم أيضا أنه ماذا تشكل اليمن بالنسبة لمجتمع الدولي المجتمع الدولي إذا رأى أن في اليمن ما يضر بمصالحه سيتدخل هو حتى الآن يعني إلى الآن لم يشعر العالم أن مصالح تضررت في اليمن ما هي المصالح الدولية التي تضررت في اليمن ليس يعني استقرار اليمن وأمنها ربما ألي أن عكس بالسلم على جيرانها في المنطقة على دول الخليج أليس أمن اليمن أولوية لأمن الخليج أليس أخط الملاحة الدولية ولهذه كلها التي تجعل العالم يلتفت ولهذا المجتمع الدولي أقر القرارة 22-16 ومنح حتى قوات التحالف الفرصة لحسم المسأل العسكريا خلال 14 شهر طيب ما تمش لم يتم هذا لا أنا لا أتصور ولا يجب أحد يتصور أن المجتمع الدولي عن الولايات المتحدة هل تتوقعوا أن يعود التحالف لاستخدام الحل العسكري خاصة وأن مرور شهرين على تعطل الحل السياسي وربما هناك أنباء عن مغادرة الوفد الحكومي أنا أستبعد أستبعد أن الحل العسكري ما زال يدور في ذهن صانع القرار في دول التحالف يعني نحن قرأنا قبل يومين في صحيفة الشرق الأوسط عن مقترح من المملكة العربية السعودية لحل حلة الأمور يعني هذا يدل أن هناك تويه لحسم هذه المسألة خارج الإطار العسكري يعني بأعتقدك في أقل من دقيقة هل الحل السياسي غريب في أليمن بينما هناك الكثير من لا يرون أنه وجود أي أفق للحل السياسي خاصة مع الميليشياء التي لم تعترف أيضا وترفض التحول إلى كيان سياسي وأيضا هي لديها معتقداتها الدينية الخاصة ولديها أيضا فكرها الخاصة الذي ربما يستمد أفكاره من قضية ولاية الفقه وتقديس السيد أنا أقول الحرب انتهت في اليمن وعندما تحدث عن الحرب عن الحرب الخارجية انتهت اليوم على اليمنيين أنفسهم أن يقدموا التنازلات وتنازلات كبرى حتى يصلوا إلى الحل السياسي الطرف الوحيد الذي يمتلك أن يقدم التنازلات هي الميليشيا ومع ذلك لن تقدم الميليشيا هل يعني ما زال لديكم أمل أن تقدم الميليشيا نحن نستغرب أن يكون لدى النخبة المثقفة رهان على أن الميليشيا في لحظة ستستيقظ واليوم الآخر تقول تعالوا لنقيم حكومة شراكة وسننسحب أنا لا أراهن على ما قلت يجب أن يصلوا إلى حل لأن الحل العسكري وأنا أكررها مرة أخرى لم يحسم الأمور ولن يحسمها لن يحسمها إلا أن يتفاوض اليمنيون ويعرفوا أنهم يجب أن يعيشوا جميعا على هذه الرقعة كيف يصلوا إلى هذا الحل؟ هذا ما يتفق عليه الذي يتفاوضون في الكويت إلى أن يتفق المتفاوض في الكويت نتمنى لليمنيين السلامة ونتمنى لليمن ربما أن تتجاوز هذه المحنة التي أكلت الأخضر واليابس إن شاء الله شكرا جزيلا أستاذ بصطفى كنت أضيفي في هذه الحلقة شكرا لك أستاذ أحمد إن شاء الله نلتقي مرات أخرى بعد أن يحل السلام إن شاء الله أعزائي المشاهدين في اختم هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي السفير مصطفى النعمال والشكر موصول لجميع مشاهدينا كونوا معنا في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص اشتركوا في القناة